سلطان زابن يتصدر مجددا قائمة الانتهاكات الجنسية واغتصاب الأعراض والشرف عبر شبكته التي أسسها منذ سنوات لتخويف النساء والناشطات والمعارضين وغيرهم كما جاء في تقرير الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة القيادي زابن الذي ينحدر من مديرية رازح بمحافظة صعدة والذي يشغل مديرا للبحث الجنائي في صنعاء ويقود مجموعة الزينبيات والتي يسند إليهن تنفيذ مخططاته في اختطاف واستدراج الفتيات والناشطات ليتم تعذيبهن وممارسة العنف الجنسي والأعمال المخلة في سجون سرية خاصة ويحظى بدعم وحماية من أحمد حامد مدير مكتب مهد المشهط الفريق الأممي وثق شهادات تسع من الفتيات التي تم اختطافهن إلى السجون الخاصة والسرية وأكدنا تعرضهن لتعذيب وحشي وانتهاكات جنسية وبحسب تقارير حقوقية فإن الميليشياء اختطفت ما يقارب من تسعمائة امرأة وفتاة في مناطق سيطرتها وتم اقتيادهن إما إلى سجون عامة كالسجن المركزي والبحث الجنائي أو تلك السجون السرية التي يتم فيها الاغتصابات ومن ثم الابتزاز والتشهير هاشميات تحت مسمى زينبيات هن جنود زاب على هيئة الشرطة النسائية تابعة للميليشيات الإرهابية وفقا لتقرير خبراء لجنة العقوبات ويعملن على استدراج طالبات المدارس والجامعات وتوريطهن في أعمال مخلة بالآداب ومن ثم الضغط عليهن بالعمل لصالح أجندة الميليشيات سواء في مناطقهن أو إرسالهن إلى مناطق أخرى وأضاف التقرير أن الزينبيات يعملن على تيسير الاغتصابات وانتهاك العرض والشرف في سجون زاب التقرير الدولي أكد أن سلطان زاب لا يزال مستمرا في ممارساته وانتهاكاته ضد النساء ليتم تسجيلهن في مقاطع فيديو وابتزاز أهاليهن للحصول على الكثير من الأموال لتمويل حرب الميليشيات على اليمنيين ترجمة نانسي قنقر